لسه بقول لك ايه اه انت دلوقتي حتقعد تدفع عن حق نادي بعينه وتتجاه الحقوق الأندية الأخرى عندك أهلي إسماعيلي مصري اه اذا اعتذر أحدهم التالي هو صاحب الحق ان ما عملش كده اتحاد الكورة والله نفضها سيرة والله نفضها سيرة يبقى ما فيش إرادة انا لسه بقول لك عندما تتوفر الإرادة ده كده يبقى يبقى الاتحاد المصري ده يبقى اطلع من الموضوع ويبقى ماتشات ودية بينظمها طرف من الأطراف ويلعب تشلى عشر إذا ما لك عشر ماتشات ودية مع أندية سعودية بس ما تكلمنيش ان انت قابل أندية ولا ان انت رائع الكورة في مصر ما تقولش انك لك علاقة بالماتش ما يبقى لوش علاقة بالماتش لكن لو ليه علاقة بالماتش احنا نقضيه هي مش بالمزاج يعني أنا لو أنا استغفر الله العظيم يا رب يعني أنا صاحب الحق انا روح الملعب اي انا بطل الدور المصري القعدة كده وانت اعلنت كده عايز تاخده ده مني الله بمزاجي اه انا اعتذر وانت كاتحاد مصري وإذا ما كنتش أنا يبقى الاسماعيلي بالضبط وما تقولش اسماعيلي بيعاني والمصري مش عارف ده كلام مش مزبوط ملهاش علاقة بالقوة فهو زمالك رايح ونص ساعة في الماتش ما بتقولش ان فيه فوز الا للهلال لكن استطاع استطاع الزمالك ان يتعامل مع المباراة واخد منها اللي هو عايزه وفازه بالبطولة فما تقولش بقى طرف قوي طرف ضعيف انت تسيب الامور طبيعية وليفوز صاحب التوفيق